مرحبا حبايبي ان شاء الله تكونوا بخير معكم نيلي مع اطيب اكلة ارمانية رز بالخبص الصاج والفواكه المجففة اغلى الاصدقاء ما تنسوا اللايك من ايديكم الحلوة يلي مقادرة واحد ونصف كاسة رز مع لقتين ملح قرفة فواكه مجففة تين زبيب تمر او اي نوع من الفواكه المجففة خمسة رغيف خبز الصاج او خبز التورتيلة اتنين الى ثلاثة معلقة من الزبدة زي اتنين معلقة كبيرة من زيت المازولة وكيد الزبدة كمان معلقة كبار اول شي بناخد فواكه المجففة شو عنا ومنحط علي مي سخنة ونتركها نصف ساعة على طرف بعدين نكون غاسلين الرز منيح ونجي نحطه بمي سخنة ونحط فوق ملح ونتركه عفون يطبخ تقريبا ثلاث ساعة بعدين نصفي حبايبي ونحط عليه مي باردة ونخلي على طرف وبعدين اجينا زبيب كمان نصفي الزبيب ونخسله مليع ونحط بالقلاية زبدة وزيت ونحط اول شي الفواكه اللي عنا حجمه كبير واذا بتكون هيك قطعوهن ان هدولي كانوا شوي اكبار كتير قمت قطعتهم شوي بعدين نحط مثل الزبيب انعم لانه نحطه بعدين يعني نخلي شوي هدولي يتحمروا بعدين بعدين نقلبهم مع بعض ونخليه على طرف ناخد طنجرتنا حبايبي وهيك ندهنه كله بالزبدة ندهنه منيح منيح مشان يحمر الخبز وهنا اخدنا الرز السلقناها سوا ونحط له قرفة طبعا كمية القرفة حسب ما انتو تحبو وهيك نقلبهم بعدين نحط الفواكه المجففة ونقلبهم مع بعضهم واذا شفنا شي كبير هلا انا هنا شفت شي فواكه كبار ممكن نقطعوهم كمان بها المرحلة كمان عادي يعني بعدين ناخد الخبز انا مستعملة تورتيلا وهيك نقسمهم قسمين ونطبقهم فوق بعض هاي كلهم من طبقهم منغطي كل الطنجرة لعنا اياها هاي من كل الاطراف بعدين منجيب الجهازنا الرز والفواكه المجففة ونقلبها فيها كلها كمان ونساويها شوي بايدنا ونحط عليها زبدة طبعا ايدنا نضاف ونغطيها كمان بالخبز التورتيلا حبايبي وهيك نسكر عليها الخبز كمان وهيك بالزيت شوي انا دهنتهم بالزيت ونضموا فوق الدهنتهم بالزيت ونضموا فوق دهنتهم بالزيت ونضيهم بعدين على البودغاز تقريبا نص ساعة أخدوا معي حبايبي وبعدين وبعدين لما قلبتون لونه ما كان عاجبني كتير قمت حطيتهم رجعت حطيتهم بالفرن حطيتهم تقريبا ربع ساعة لبين محمر متل ما بدي انا وطالعتون واشال عجبكن هالوصفة وصفة من اكلاتنا الارمانية الشهيرة ولا تنسونا اللايك حبايبي وكومنت حلو متل كون يلا بحبكن كتير الى اللقاء حبايبي